السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم مجددا في قناة معلم اللغة الفرنسية أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله جئتكم بدرس مختلف هذه المرة سوف أقدم لكم حوار باللغة الفرنسية عنوانه سبخزوندي يعني كيف أقدم نفسي ارتأيت أن أقدم لكم هذا الحوار المتحدثين في الحوار هم فرنسيين كان بإمكاني أن أقدم لكم الحوار بنفسي لكن ارتأيت أن تسمعوه من فرنسيين لأن سماع اللغة من فرنسيين من الأصل يكون أحسن سوف ترون طريقة نطق أقوى ولأن صراحة مهما تعلمنا اللغة الفرنسية لن ننطقها كأصحابها الأصلية لذا ارتأيت أن أقدم لكم حوار فرنسي أصلي سبخزوندي هذا الحوار سوف يفيدكم في سماع مجموعة من الكلمات أتمنى أن تعيدوا هذا الحوار مرة واثنتان وثلاثة وتأخذون مجموعة من الكلمات المفيدة فيه أفعال وكلمات وتشرحونا وتكتبونا أنا أردت أن أسعيد لكم أن أقدم لكم ما سوف تعملون عليه في تلك النصف حوار قصير بسيط فقط لن يأخذ منكم ثلاث أو أربع دقائق استمعوا إليه أعيدوا كرروا استماع إليه استخرجوا جميع الكلمات المفتاحية في هذا الحوار ابحثوا عن معناها باللغة العربية وكتبوها لك تتقنوا كتابتها أتمنى أن يفيدكم هذا الحوار جهو سؤولة حال دقد قنات وكتابت وكتابت دالساس جيه توزور بيقو از ترسبور اه بو اه بو اتبعو في ترسبيه ويهو اتبعو في ترسبيه اه بو ايه بيقو في جسيو اه 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 بو اتبعو في رسيو نوبل اه بو اتبعو اتبعو اتمنى اصدقائي انتا كنوا قد استفدتم من هذا الحوار حوار بسيط جاميل يعلنون كيف نقوم بي تقديم انفسنا اه على امل اللقائي بكم مجددا دمتم في رعاية الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اشعارات ليصلكم كل جديد ولايك وطبيعة الحال اه لكمونتغ جميع ما ترونه في القناة سواء طلبات او اشياء تريدونها في المستقبل او ملاحظات انا اتقبل اه سواء الملاحظات الايجابية او السلبية الى اللقاء في درس جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا